حقيقة مبارح كمان كان يوم مهم وجميل جدا مهم لأنه كان يوم لاحتفال بتفوق الجامعات المصرية اللي شاهدناه في جامعة قناة السويس يوم جميل كمان لأننا شفنا مشهد احتشاد الألاف من الشباب وده كان فيستاد قناة السويس في السماعيلية كمان تواجد الرئيس عبدالفتاح اسيسي ما بين الخرجين وأوائل الجامعات وتم تكرمهم الحقيقة في احتفالية كبيرة عكسة حرص الدولة المصرية على تمكين الشباب ودعم التعليم وتشجيع التفوق العليم أكيد بجد يا ليلى مشهد استاد قناة السويس اللي كان مليان على آخره وإمبارح وتواجد سيادة الرئيس بين الشباب والحشد الضخم اللي شفناه إمبارح السعادة اللي كانت موجودة على وشوش الخرجين أثناء تكريم سيادة الرئيس ليهم المشهد ده يمكن يقول لنا أنه كان فيه إيمان قوي جدا من سيادة الرئيس بالشباب وأن الجيل ده عنده فعلا فرصة أكبر في التفوق والتشجيع وكمان الدعم والمشاركة وده في بناء مستقبل بلد منا كمان نقدر نقول أن مبارح كان يوم التعليم بامتياز كان فيه تركيز على كل المراحل التعليمية وكمان على ربط التعليم بسوق العمل وتم طرح كل الأفكار والرؤى الخاصة بتطوير التعليم في مصر وتأهيل المعلمين كمان أكد الرئيس على ضرورة أن يكون عندنا خرجين عندهم مهارات تناسب سوق العمل ويكون كمان عندنا بيئة تعليمية بتساعد على الابتكار والإبداع شوفنا ده الحقيقة من خلال توجه الدولة لزيادة الإنفاق على التعليم كمان توجهات سيادة الرئيس مبارح بإنشاء مئة مدرسة جديدة وده خلال سنة هتبلغ تكلفتهم حوالي 15 مليار جنيه الاستثمار في التعليم احنا شايفين أنه هو فعلا واحد من أهم أولويات الدولة في الفترة الأخيرة عايز أقولك أن الاهتمام بالتعليم مرتبط بمفهوم أكبر وأشمل وهو بناء الإنسان عشان كده إنبارح كان فيه جلسة خاصة بفكرة بناء الإنسان من كل النواحي سواء بقى من النواحي التعليمية أو الثقافية وكمان الرياضية يمكن نقدر نقول كل خطوة بتتعامل النهاردة في الملفات دي هيكون لها تأثير على تكوين الشخصية المصرية لأجيال كتير جاية يمكن ده اللي احنا بنقوله احنا بنستثمر في ولدنا وهو ده اللي الدولة المصرية بتعمله في الفترة دي صباحكم زي الفل صباح الخير يا مصر